السلام عليكم. اهلا و سلام بكل حبايب قلبي. اهلا بكم من مضاخي. احنا نهاردة عملنا مع بعض خبز تورتلا المكسيكي. اه يريد تتابعوا معي عشان تعرفوه بكل تكات وكل حركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اه الله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اه نعرض ان شاء الله هنعمل مع بعض خبز تورتلا. اه العيش ده مكسيكي. يعني اصله مكسيكي. اه هو شبه العيش السوري بس اه هو بيختلف عنه بس في حاجة ان احنا بنعجينا بلغة. اه انا التي اقول لكم المعدير بتاعته. انا هقول المعدير كيلو دقيق. اه كيلو دقيق. اه متعدد الاستخدامات. اه بيستخدم في اي حاجة يعني. اللي هو المتعدد الاغراضي. ومعنا كوبايتين اه كوبار حليب تفين. اه معايا نص كوباية زيت. معايا كوباية ميا دافية برضو احتياطي عشان لو اللبن ما كفاش. هنزود بقى ميا. معايا هنا اه معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة نص معلقة ملح. اه معلقة اه صغيرة بيكينبودر. اي نوع بيكينبودر. تمام? اه هنجيبها دلاتي بولا وعشان ننخل الدقيق ونشوفها نعمل ايه. دلوقتي احنا نخلى دي بتاعنا. هنحط عليه بقى كل المكونات بتاعتنا. السكر والدقيق والسكر والخميرة والملح. بسم الله. هنحط بيكينبودر. معلقة بيكينبودر صغيرة. معلقة بيكينبودر دي بس عشان تساعد ان العيش ما يبقى طري يعني. نص كوباية زيت. دي كوباية صغيرة اللي هي الميت ميلي. بسم الله. هنبدأ بقى كده. نسمي الله كده بالراحة. ندخل كل المكونات في بعض. انا بحب يعني مش بعمل على قد الاكل اللي احنا بنعمله بعمل بزيادة شوية. يعني اكتر من الصندوشات اللي انا هعملها. عشان خاطر عندي بيحبوه مع الجبنة. بيبقى طعمه حلو قوي. هنبدأ بقى نضيف الحليب الدافئ. بسم الله. هنعجينه بقى كويس. طبعا العيش اختلف عن عجينة البيتزة وعن عجينة اي عجينة تانية. عجينة اللي مش لازم طالما عيش. يبقى لازم يتلاجين كويس جدا. العجينة بتاعيسنا هتبقى عجينة طرية. مش عجينة آآ يبسط. مش عايزينها جنبة. عايزينها يعني بتلزق بس مش بتلزق قوي. تمام? انا هنخلص العجن بتاعي. هلموا الدنيا كده. وارجع واقولكوا اخد قد ايه حليب واخد قديم مياه. دلوقتي انا خلاص خدمت العجينة بتاعتي لمدة خمس دقايق بعد ما عجنتها تمامي قوي قوي. شايفين بسم الله ما شاء الله العجينة جميلة ازاي? ولازم يبقى لها عرق ويكون بتمط بالشكل ده. اهي. عجينة العيش مختلفة عن عجينة اي حاجة تانية. تمام? هنحطها بقى فبولة صويرة. اهي. هي اخدت مني. كيلو دقيق. اخد مني بالزبط قبيتين الحليب. ويعني حوالي تلعة اربعة محلق كبار مياه. بس. ما اخدش اكتر من كده. تمام? انا عندي صانية. اهي. ده هنتهر رشد زيت. بالشكل ده. هنبدأ بقى نسمي الله وناخد العجينة بتاعتنا. نقطعها. قطعة صغيرة بالشكل ده كده. ونحطها في قلب الصانية بتاعت. اهي. حاجة بقى يعني بصراحة جملة جدا جدا. اه بجد يعني احنا لو اشترينا العجدة من برا هيبقى غالي. احنا بنعمل كل حاجة في بيتنا نظيفة. ايدينا مخسولة. ادواتنا مخسولة. بعملها. عندنا حابة دقيقة هنقوم نعمل لقمة في اي وقت. ودي احلى ما في الموضوعية. تمام? عشان ما طاولش عليكم. هروح اقطع بقية العيش وارجع لكم. حباب قلبي معنا دلوقتي خفز التورتيلة اهو خمر. ما شاء الله بقى هاش وخفيف جدا. هنبدأ بقى نسمي الله بقى دلوقتي ونشتغل فيه بازن الله. ان شاء الله بازن الله هتعرملوه يعجبكوا ان شاء الله. اه حاجة خفيفة مش مكلفة خالص. على فكرة يعني مش شرط ان احنا نعجنه بلبن. اه لو حابين نعجنه بمية عادي ما فيش اي مشكلة. بس انا بتكلم على اللبن على اساس ان هو يكون الغزاء بتاعه اه اكتر شوية وهي الطريقة الاصلية بتاعته اه معمول باللبقة. تمام? احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي? هنسمي اللبقة كده. وهناخد رشد زيت كده على الرخامة. وهناخد قطعة علينا. هنسمي اللب ونفرده بالشكل ده. هي خفيفة وهشة جدا جدا. ان شاء الله باذن الله جارجوه وتعجبكوا. احنا مش عايزين نعمله خفيف قوي ولا عايزين نعمله تخين قوي. يعني هي هتطلع الرغيف حل مزبوط يعني ولا تخين قوي ولا رفايع قوي. تمام? هنمشي بقى على هذا المنوان. لغاية ما نخلص الكمية بتاعتنا. اه ما فيش مشكلة ممكن نخلص اربعة خمسة نعملهم. وبعد كده نروح على النار نسوي كله مع بعضه. تمام? اهو. نعمل كم واحد. اهو. نفرده بالشكل ده كده. خمران كويس قوي قوي. اهو. بس اهم حاجة بنحنا نسيب العجينة تريح عشان خاطر تفرد معنا زي ما احنا عايزين. طبعا ما فيش العجلة دي يبقى المردنة. ما فيش اي مشكلة. اي حاجة تنفع واي حاجة تمشي. مش شارط الرغيف يكون مدور تمام يعني عادي برضو. ما فيش اي مشكلة. باي شكل. المهم ان احنا نعمل حاجة قويسة تنفعنا وقت ما نكون نزلقين يعني. اهو. احنا هنحاول نلفه على قد ما نقدر. اهو. تمام كده? هنروح بعض دلوقتي مع بعض على الرخاء على المطبياز عشان خاطر نسويه. معنا دلوقتي اتوص على النار. ده هنخفيفة قوي كده من الزيت عليها. تمام? وهنبدأ ناخد اول رغيف احنا فردناه. بالشكل ده. وننزل بيه عليها. هو مش هياخد وقت ان شاء الله. هنخلي النار وسط. مش هنخلي النار علي علي قوي. عشان خاطر نسويه كويس. هو ما بياخدش وقت يعني. بسم الله. زي ما حضركم شايفين لونه بيتغير بسرعة قوي. اسناء ما هو على النار احنا بنعمل غيره. علشان خاطر اختصارا للوقت. عشان ما نقدرش نقفل ونشتغل نطفي بيتغاز ونشغاله كل شوية. ان شاء الله. عش اللقمة حلو قوي قوي. وطعمها بيقى جميل جدا جدا. ان شاء الله تعملها وتعجبكم ان شاء الله. لو مزنوقين بقى في عش يعني هتبقى الحل الامسل يعني زي ما بيقوله. اهو. هي شبه كرب شوية بس يعني شكرب طبعا. في بقى الوز السوري بيبقى مع لهوش خميرة. بيبقى حلو برضو. بس يعني كل حاجة وليها اكلها يعني وليها نظام. لو في طاصات طبعا اوسع من دي. هيكون برضو افضل على اساس ان هي بقى العيش مفروض فيها كويس. بس انا الطاصات التانية اللي عندي اللي هي اكبر من دي. يعني قديمة بقى بقى اللي فيها وكده فشكلها مش قدي كده يعني. تمام? الرغيف بتاعنا هستوى. هنمشي بقى على نفس المنوان ده على بقية الكمية بتاعتنا. اه الايش اللي هنطلعه هنحطه في فوطر. علشان خاطر لما يجي نعمل صوت شات يكون العيش بتاعنا طري. وهو الريدي هيكون طري لان احنا حطين فيه بيكن بودر وحطين في خميرة وحليب. حاجات دي كلها بتطر اللي عادينا بتاعتنا. اهي. طبعا يعني الجواب يبقى من عنوانه اول رغيفة اهو في انتظر روعة. اهو. هنحطه بقى الفوطر. ونبدأ نشتغل في بقية الكمية بتاعتنا. بسم الله. هنضهم برضو ده هنتزيد. بالشكل ده كده. وهنزل بالعيش بتاعنا. مش خافيش اي مشكلة. شبكة فوق كده احنا عادي بتقطع بعيش ياني مش مشكلة. هديها في اخلص وصولها عقصر عاملت تانية عشان استلت شوية. اهو. ما شاء الله. انا بقى بإذن الله طلع الرغيف ده. واسيبكم وكمل باية كلمية بتاعتي علشان خاطر ايه? وقت الحلقة ما تطولش ايه. ادي العيش بتاعنا حتى هو يعني ما شاء الله بيانتفخ شوية. احنا مش عادينا انتفخ مش هيفرق معنا بحاجة. ادي خبز الترتلة بتاعنا زي ما احنا شايفين. حاجة جملة جدا جدا جدا. يلا اصيبكم بقى دلوقتي. اكمل انا بقيت العيش. ونرجع بقى نشوف الكمية كلها مع بعض. وبكده يا حباب قلبي احنا خلصنا مع بعض النهاردة. اه خبز الترتلة. ان شاء الله بإذن الله تجربوه يعجبكم. زي ما حضراتكم شايفين. حاجة كده جميلة جدا جدا جدا. اوري حضراتكم حاجة. بصوا. طري جميل. تسويته. بصوا العيش عامل ازاي. وانتهى الروعة. وانتهى الروعة. وبسم الله ما شاء الله. زي ما حضراتكم شايفين. يعني كيلو عمل كمية كبيرة كويسة. يعني مسلا ممكن نعدها. اتنين. اربعة. ستة سبعة تبانية تسعة عشرة. واحد عشر اتنا عشر. تلات عشر. اربعة عشر خمستاشر ستاشر. ستاشر وخمسة واحد وعشرين. واحد وعشرين واربعة. خمسة وعشرين رغيف. نشوف احنا بقى لو احنا هنجيب العشدة جاهز هنجيبه كام. كل ده خمسة وعشرين رغيف من كيلو دقيق. وممكن كمان في ناس بتحب تخففه عن كده. وبتعمله اخف من كده. بس انا بحبه يكون اللقمة مليانة شوية. تمام? عشان ان شاء الله هنعمل بقى صندوط شات شاورمة ونحطها فيها. شاورمة فراخ. بطاطس. اي حاجة احنا هعايزينها هنحطها فيها. ان شاء الله كده. هتمنى من ربنا الفيديو بتاعي يكون عجبكم النهاردة. ويريد لو عجبكم ما تنسونيش في اللايك وسبسكرايب. ودعو حلو من القلب. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة.